اول ما توجه الى اهل السنة طيب هل من الممكن ان توجه هذه التقية اللي هي الكذب والنفاق الى بعض الاخرين مثلا يعني هل مثلا من الممكن ان توجه هذه التقية لليهود والنصارى مثلا تعالوا مع هذا النص من كتاب الجنة الوقية في احكام التقية هذا النص من كتاب الجنة الوقية في احكام التقية لتأليف حسين العصفور الدرازي البحراني الطبع الاولى لعام 2014 صفحة رقم 95 اتمنى من كل عوام الشيعة قبل المعممين ان ينصطوا تماما ويقرؤوا هذا النص يقول الفصل الثاني في بيان معناها والكشف عن اسبابها وبيان اقسامها ومراتبها في معناها واسبابها فانه كالاساس اليها وليس مختصا بالمخالفين ولا باعداء الدين بل ربما وجبت مع الشيعة لي التقية بل ربما وجبت مع الشيعة الجهال اعظم من التقية مع اولئك الانذال فكن على حذر منهم ولا تغتر بمشاركتهم لك في الدين فانهم جهال مركبون لا يعرفون الواجب عليهم منها ولا ينقادون وان ظهرت لهم الامارات ظهور الشمس في رابعة النهار هذا الكلام الذي يقوله حسين العصفور الدرازي يقول ان يجب العمل بالتقية مع عوام الشيعة يعني ليس فقط التقية مع المسلمين لا حتى مع عوام الشيعة لانهم جهال وجهلهم مركب ولا تغتر ايها العالم او ايها المعمم بانهم يشاركونك في الدين تخيل هذا المجتمع الفاسد المجتمع فيه الامة يعملون بالتقية تسعة اعشار دينهم فيها التقية والكذب والتلاميذ يعملون مع بعضهم بالتقية والتلاميذ هؤلاء والعلماء والمعممون وطلاب الحوزات يعملون بالتقية مع عوام الشيعة مجتمع فيه الكذب في كل انحائه وكما قال شيخ الاسلام بن تيمية سبحان من خلق الكذب واعطى تسعة اعشاره للرافضة هذا نص في غاية الاهمية ايها الشيعة العوام ان علمائكم يقولون عنكم انكم جهال وجهال وجهل مركب وانه يجب العمل معكم بالتقية وليس مع اهل السنة فقط ترجمة نانسي قنقر